بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم كيف نسحب التعديلات في القتهب على مشروعنا في اللوكا في المحاضرة السابقة عملنا تعديلات كثيرة على الماستر باستخدام البرانشات وعملنا معها ميرج خليني أذكره وفتحنا الورك دوت تيكس فأنت راح تلاقي create page setting, create page home, create page video لكن إذا رجعنا على ملف الورك الموجود عندك على الجهاز ستلاقي أنه في عندك create page setting, create page home, create page video, create dashboard مهم جدا أنك تحضر الفيديو السابق اللي كان بعنوان كيف تنشئ برانشات على القتهب بدي أسويه هسا أنا بدي أعمل create page login خليني نعمل ctrl s خليني أطلع من الملف hit status هكاين في عندك تعديل صار على work.text خليني نرفع على stage area hit add work.text hit status صار هسا جوه الستيج اريا هنرفع على الربستري hit comment.l update work خلينا نحكي هون ان احنا عملنا add login هاي enter الخطوة البعض هيك راح تكون نرفع التعديلات هاي على القتهب بس بدي تنتبه انه احنا شغاليه عن البرانش الاسمه task 1 لو عملنا هسا قدت برانش راح يوريك البرانشات موجودة عندنا داخل القته كتبت برانش غلط سوري برانش في عندك task 1 هنوقفين هسا عليه الماستر location 2 و location كنا منعرف خلال دورتنا location وال location 2 تم دمجهم مع الماستر خلينا ندمج task 1 مع الماستر و هون لا توقع نوبح على شغلة بسيطة ال task 1 لما رفعناه على ال github في المحاضرة السابقة دمجناه من ال github بس ما دمجناه في ال local من الذكرين في المحاضرة السابقة دمجنا task 1 مع الماستر لكن داخل github خلينا نرجى على الماستر بده حكي بي get check out ماستر وهي انتر هكالي switch برانش ماستر ثم نسوي merge get merge task 1 وهي انتر هكالي انه استخدمت Fast forward و عملت للكتمرج مع الماستر نفتحنا الـ Work بالضبط انا في عندي Sitting و Home و Video و Dashboard و Login قبل ما ارفع هاي التعديلات على الـ GitHub تعالوا نشوف مشروعنا داخل الـ GitHub ونشوف الفروقات بينتهم في الـ Work to Text انت بس في عندك ثلاثة تاسك وهي Sitting و Home و Video كانت اختلافين وهما الـ Dashboard و الـ Login خلينا اسكن منف خلينا هس نرفع التعديلات على الـ GitHub GitHub Get Push Origin Master هاي Enter قال لي Reject والسبب واضح لما في اختلاف بين الـ GitHub وبين الـ Local اللي عندك اياه الموجود عندي على الـ Local بيختلف اختلاف كبير على الـ GitHub طب شو ننسوي في الحالة هاي طبعا هون في عندنا طريقتين لحل المشكلة في الحل السهل هو مكتوب قدامك اللي هو Get Pull رح يحلل لك المشكلة بشكل سريع لكن انا ما بدي استخدم هذا الاختصار بدي اعطيك اياه بالتفصيل بعدين نستخدم الاختصار اسمه Get Pull اول اشي بدي اجيب كل البرانشات الموجودة عندي اياه وين على الـ GitHub خلينا نكتب مع بعض Get Pitch Origin هاك شو بحكيه لو انا قاعد وهجيب لك كل البرانشات الموجودة عندي اياها في الـ GitHub وشرة اعطاني ايضا حكياني من هاي الـ Origin كتبها غلط لازم كتبها صح Origin هاي انتا هيك بيكون احجاب لك كل البرانشات الموجودة على الـ GitHub وشو الكودي اللي جوال خلينا نعمل هاك get log double dash one light double dash graph double dash or يعني كل البرانشات كنا منعوث ان هاي الكوميت كلها صارت في الماستر بعدين عملنا تعديل في اللوكيشن ودمجناه مع الماستر خير بعدين عملنا تعديلات في اللوكيشن 2 بعدين عملنا لها ميرج اول اشي بحكي انتباه عليه انه في عندك هون origin task 1 ايش معناته انه task 1 هاو مرفوع على الـ GitHub وعملنا هون update work.text وحذفنا web view بعدين الـ user اللي اسمه محمد انجري محمد السيد طلب يعمل ميرج مع الماستر بالذكرين فهو سا عندك الـ origin task 1 اندمج مع الماستر بعد هيك بذكرين احنا انشأنا في المحاضرة السابقة task 2 في الـ GitHub ورجع طلب محمد السيد يعمل ميرج هتطلع في اخر comment عندك اياها انه واقف على الـ head master task 1 وهون انا لازم اوضح لك نقطة مهمة الـ get fetch origin ماذا فعلت؟ رح تضع لك كل الـ branchات وشو التعديلات اللي صارت عليها وشو الميرج اللي صارت عليها وصارت داخل مشروعك في الـ local يعني اللي رح اصوي انا من عند task 1 و task 2 و origin master هذول كل هم بدي ادمجهم مع مين؟ مع الماستر الموجود عندي اياه في الـ local هسا رح نعمل get merge master بس ركز عن نقطة مهمة انا شو موجود عندي اخر comment جيد من الـ GitHub هي origin master نتذكر النقطة هات هنعمل هالسا get merge master وهو الـ branch اللي انا واقف عليه بدي بدي احكي له origin forward slash master ليه كتبت هي؟ لانه كان عندي اخر branch جاي مني نلقيتها بشو كان اسمه؟ origin master هسا رح نعمل enter مباشرة العمل اللي ايش؟ conflict هكاري في عندك مشكلة هو معا حق ليه؟ انه عنده ثلاث أسطر داخل origin master في الـ work اما في الماستر عندي لأنا في عندي خمس أسطر فبقولك في احتمالية يصير في تعارض في الكل فبقولك يا ريت تفوت على ملف الـ work وتشوف اذا في عندك تعارض او لا هي علمتك الطريقة شو اسمها؟ ميرج ايش هاي؟ تذكر ممتاز true merge صح خلينا افوت هسا على الـ work.text هون شو بيحكيني؟ الهت اللي هو الماستر انشأت create dashboard وانشأت create page logon في الـ origin master شو انتبهت؟ وليس قولكي مش موجود يعني الـ dashboard والـ login مش موجودات عدي يوم في الـ github origin master بحكينه ما في عندك مشكلة انا بدي الكود يكون بهذا الشكل بمسح الهد وبمسح الـ origin master وبسيث وبعمل هسا get add ارفع كل الملفات بعدين get commit dash m مكتب هنا fix merge origin master ثم نعرف فان انا اعرف ان كافية عندنا مشكلة في الـ origin master خاص في الـ github وحللنا المشكلة بشكل كامل وهي ادعى حكا لي كل اشي صار طبعا قال لي هاي fix merge origin master لو عملنا هسا ما بعض قلت لك اخر commit اللي هو كان عندك origin master مباشرة اخذنا نسخة منه وتم دمجه في الماستر الهد واقفه على الماستر الخاصة في اللوكا بيكس ميرج أورجان ماستر هل هيك الكود تم رفعه على القيت هب؟ أحكيه لك لا خلنعمل كيو بس اكتب قيت بوش وهي تمت العملية بنجاح تعالي تأكد خلينا هسا عمل ريفرش بالضب خلينا هسا اروح على بروجكت وان نفتح الوارج وهيصال عندك هسا create dashboard create page login اتمنى كانت افكارنا بعض لكن بدي اعطيك هسا الاختصار هو get pull شو رح اسويه؟ اول اشي بدي افتح الوارج وعمل تعديل التعديل شو رح يكون؟ اني مثلا بدي احذف ال sitting واحذف ال home واحذف كمان ال store الفاضية وخليني اكتب هسا comment وعمل شو سويت؟ اعمل ال delete بال sitting and hold واجتما هم حذفنا حذفنا ال sitting و ال home خلينا نعمل هسا comment change افتح الوارج مرة ثانية تأكد كل اشيء عندي اياه تمام؟ هسا صار في عندنا اختلاف بين ال github وبين ال local صح؟ شو رح اسوي؟ هروح على ال work بدي اعمل تعديل ثاني بدي اكتب create page forget pass ال for get password سيف ونطلع خلينا نعمل هسا get add وهي get commit خلينا نعمل هنا update و for get password وهي enter بدي اصابه بكل بساطة get push وهون مباشرة اعطاك تلميح قال لك get point ولما تشوف get point اعرف انه في عندك تعارض في البيانات يعني ال dat اللي عندك اياها في ال local غير البيانات او ال dat الموجودة عندك في ال get hub ال code مختلف وهنا كمان لازم اعطيك كمان حل غير ال get point ايش هي؟ تعمل get push origin master وبتعمل dash f يعني force وهنا بتحكيله شفت التعديلات الموجودة على ال get hub بديش اياها انت اخذ التعديلات الموجودة عندي فقط في ال local وهذا الامر جدا خطير لانه ممكن انت تضيع شغل كل ال team لانه ال team هسا عمل merge وظبط كل اشي والcode صار stable يعني مستقر وانت راح تحكيله امحي كل اشي واخذي الكود الخاص فيه طبعا هذا الامر فقط بشتغل لما تكون انت المسؤول عن المشروع لكن احنا مش محتاجين هذا الامر بس حبيت اوضح لك اياه اللي بدي اصوي هسا راح نكتب get pool get pool هي اختصار لفكرة get feature order راح تجيب لك كل البرانشات وكمان تعمل بيناتهم merge وحكا لك هون قال لك انت صار في عندك conflict يريد تحلل لي هاي المشكلة وبعدين نرفع لك الكود فانتبهنا هون انه راح جاب لك كل البرانشات بعدين عمل لك merge باستخدام الفاست فورود لكن صار عنده conflict حسنا نحل المشكلة هاي باستخدام true merge بده اروحها للwork وهون قاب بوضح لك انه sitting and home تم حذفهم من الكود واذا شايف انت هاب الكود بهاتطريقة راح يكون ممتاز ارفع كودا اذا شايفه لا ممكن تعمله cancel انا راح احكيه لامور هيك تمام ما في عندي مشكلة خليه زي ما هي طو حذف لك البيج sitting والبيج home ما قلوا انا هيك امور تمام ما في عندي مشكلة سيف ونعمل هسه get add get comment dash m fix merge delete sitting and home هاي انتر هيك عمل لي انا برانش جديدة خلينا نشوف الget log بحكي لي هون اخر برانش كان عندك هو update word اللي سوينا قبل شوي اخذ منه نسخة ودمجته وصار هسه عندك fix merge delete setting and home خلينا نعمل كيوب واسوي هسه get push فكه العملية تمت بنجاح تعاني تأكد وهاي refresh بالضبط هيصى عندك create page for get password اتمنى كانت افكارنا واضحة واتمنى ان سهلت لك الفكرة الفكرة جدا بسيطة لم ينسى عندك التعارض بين الكود الموجود على github والكود الموجود عندك على local فقط راح تعمل get push هي اختصار لفكرة get fit origin هي بتجيب لك كل البرانشات من origin وبعدين بتعمل لك merge واكيد راح يصير في عندك conflict وهذه راح تستخدم true merge ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة